أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ نريد أن تختار لنا اسما من أسماء الله تعالى نشرحه باختصار نعيش معه قبل أن نودع على المشاهدين الكرام اليوم يعني هذه الجريمة التي حصلت في إدليب وقتلت يعني أنا قبل ما إيجي للستوديو شفت هذه الصور أربع أطفال من أسرة وحدي ورجل استشهاد وأربع عشر إنسان بهذا القصف الروسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم لا شك أنه أخي نحن محتاجون مثل ما بدأنا في البداية نقول محتاجون إلى الالتجاء إلى الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى الواحد القهار أن يقهر هؤلاء الطغاة وأن يعني يرينا فيهم يوما أسودا هؤلاء لو تفكروا بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى وبرزوا لله الواحد القهار هذا إذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم فقراء وهم أذلاء ماذا سيقدمون بين يدي الله تعالى جوابا على هذا الظلم وهذا القتل يعني هذه الثورة السورية أكثر من مليون شهيد ماذا سيقول هذا الرجل لله سبحانه وتعالى أنه قتل هذا العدد الكبير الله سبحانه وتعالى بين لنا عن قوم عاد عاد الذين كفروا تعرف أنت قوم عاد قوم عاد هن العماليق العملاق الكبير هؤلاء العماليق قالوا من أشد منا قوة ألم يعلموا أن الله عز وجل هو أشد منهم قوة هؤلاء العماليق كانوا لم يبنوا بيوتا بناء وإنما بنوا بيوتهم نحتا داخل الجبال نحتوا الجبال ودخلوا فيها وجعلوا فيها غرف من داخل الجبال هذه ثم أنت تخيل واحد عملاق عما يحفر غرفيا كيف تكون هذه الغرفة كبيرة ثم ما صنعوا بيوت لهالأبواب من الخشاب وإنما صنعوها بأحجار بصخرة كبيرة فهو يدخل ويزيح الصخرة بقوته يزيح الصخرة يسد باب هذا الغار أو هذا الحفرة التي حفرها داخل الجبال لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم أرتل عليهم الريح الريح صرصر استمرت ست أيام ماذا تفعل بهم؟ فإنها تحمل الرجل العملاق الرجل العملاق تحمله الريح حتى لو دخل إلى بيته فإن الريح تدفع الصخرة العظيمة وتدخل إلى بيته وتخرجه وهي تلفه لفاً هكذا حتى تخرجه من بيته ثم ترفعه إلى السماء ثم تتركه فينزل نكساً على رأسه فيتهشم رأسه فوصفهم الله سبحانه وتعالى حتى كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أعجاز نخل ما أعجاز نخل؟ يعني الساق وقد قطع الرأس النخلي الذي فيها الأوراق وهكذا صاروا أجساداً بلا رؤوس هؤلاء من هني؟ العمالقة فهؤلاء العمالقة صار فيهم ذلك فهؤلاء الجبارين الموجودين اليوم كان واحد من الظلم كان واحد من الظالمين فنسأل الله عز وجل أن يقسم ظهره أن يهلكه وأن يلحقه بعاد وثمود ويلحقه بفرعون وطالوت وهؤلاء الذين تجبروا اشتركوا في القناة